موسيقى ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد رئيس امتحانات السنوية العامة يوجه 10 نصائح لتحقيق التفوق في الاختبارات نشر الدكتور رضح جازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات السنوية العامة نصائح للطلاب لتحقيق التفوق الدراسي مع اقتراب امتحانات السنوية العامة المقرر لها يوم 7 يونيو المقبل وقال الدكتور رضح جازي أبناء الطلاب زملاء المعلمين وأهزاء أولياء الأمور يجمعنا جميع المعلمين وأولياء أمور وطلاب في هذه الفترة هدف مشترك ألا وهو تفوق الطالب دراسيا مما يتيح له فرصة أكبر لتحقيق النجاح في حياته العملية بواجه عام وكما ذكرت لكم سابقا فبالرغم من مشاغلي الوظيفية الكثيرة إلا أنني لا أستطيع أن أتحرر من جانب المعلم والأب الذين يسيطران على إنساني الباطل وأوضح رئيس امتحانات السنوية العامة أجد أن ما يحركني هذه الأيام ومع اقتراب مواد الشهادات العامة هو محاولات حسيسة لقيادة الطلاب أبنائي في موقع التفوق الدراسي وهذا ما دفعني الأسبوع الماضي لتدشين سلسلة رسائل أرجو من الله أن تكون نبراسا يضيء الطريق أمام أحبابي الطلاب نحو تحقيق التفوق الدراسي وأوضح الدكتور رضح جيزي كنا قد تناولنا الأسبوع الماضي كيفية الاستعداد للامتحانات وتناولنا كيفية المراجعة بطريقة سهلة وبسيطة وعلمية تساعد على ثبات المعلومات بالزهن وهي بناء الخرائط الزهنية واليوم أتناول جانب آخر له من الأهمية لتحقيق التفوق الدراسي بما لا يمكننا التغافل عنه ألا وهو النظرة إلى الزهن أو الصورة الزهنية المتكونة للطالب عن نفسه بمعنى كيف ترى نفسك هل تؤمن بأن الله منحك من الكدرات والإمكانيات ما يؤهلك للتفوق هل تسق في هذه الكدرات هل تشعر بالثقة وتابع رئيس امتحانات السنوية العامة بداية نحن نقول أنه كلما اقترب مواد الامتحانات يتسلل إلى بعض الطلاب شعور بأنهم سوف يفشلون في تحقيق التفوق في الامتحانات بل وقد يصل الامر للشعور بالفشل في تحقيق حتى النجاح فقط ويتولد لديهم شعور بالإحباط وهذه مشكلة بعض الطلاب وتتسبب في قلق شديد لأسرهم حيث أنه لا شك أن تقدير الزهنية هو الطاقة الداخلية للنجاح لأي إنسان بصفة عامة وللطالب بصفة خاصة فتقدير الطالب لذاته وتكوين صورة إيجابية لها هو البداية لكل أنواع النجاح التي ينشدها وقد أثبتت كل البحوث والدراسات وجود علاقة تردية بين تقدير الطالب لذاته ومدى تحصيله الدراسي وإنجازه وإليك عزيزي الطالب الوصاية العشرة لتقدير ذاتك وتحقيق التفوق الدراسي واحد كن سعيدا بأي إنجاز تحققه حتى يتولد لديك تأجيدات إيجابية ويتلاشى الصوت السلبي داخل اتنين لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالأحباط وعمق تحصيلك في المادة الدراسية التي تحبها حتى تشعر بالتميز تلاتة تمسك بالجدول الذي وضعته للمذاكرة وكن صارما في تحقيق أهدافك فإن إدارة الوقت أحد أهم من مقاومات النجاح في الحياة بشكل عام 4- احتفل بإنجازاتك حتى تعزل ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز حتى يمكنك النهوض سريعا من الفشل 5- دون إنجاز مذاكرتك في المفكرة خاصة بك حتى تتكون لديك تأكيدات إيجابية حول ذاتك 6- اختر أحد أهم إنجازاتك التحصلية ووضح العاملة التي ساعدتك على تحقيقه 7- خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميا 8- تفضل أن تكون ليلة وعدم الإكثار من المنبهات كالشاي والقهوة حتى تحتفظ بنشاطك المستمر 8- تحدث عن إنجازاتك التحصلية للمقربين منك وقبل منهم المدح والمجاملات ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين 9- تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم عندما تتعرض لفشل في تحصيل أحد المواد الدراسية وتذكر نجاحاتك في المواد الدراسية الأخرى 10- عبر عن إنفعالاتك الإيجابية أو السلبية للمقربين منك وتحلل بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة 10- وفي النهاية أقول أن النجاح في الامتحانات ليس السبيل الوحيد للنجاح في الحياة وليس ضمانا له 11- فهناك أفراد فشلوا في حياتهم الدراسية ولكنهم حققوا نجاحات باهرة في حياتهم العلمية 12- مثل توماس إديسون 13- فإذا طلبت من السمك أن تتصلك الشجرة فإنها ستفشل 14- وتابع وده المطلوب منك عزيز الطالب أن تأخذ بالأسباب والمستقبل بيد الله 15- وتمنياتي لكم بالتوفيق وحتى تكون الفائدة مكتملة 15- فإنني أيضا أدعى زملاء المعلمين وأعزائي أولياء الأمور 16- أن ندعم جميعنا ونشارك في تعديل الصورة الزهنية لأبنائنا الطلاب لتكون إيجابية 16- فلنعمل على تشجعهم لا إحباطهم 17- فلنحتفل بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة 17- فلنعمل على غرستقاتهم بزواتهم ولا نقارنهم بغيرهم 18- لنساعدهم على تكوين هدف ممكن التحقيق 19- ولنغرس فيهم أننا فخرين بهم في كل الأحوال ومهما كانت النتائج 19- وفي ختم رسالتي هذه أغرب عن تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق واستداد 19- لا تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد 19- لا تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشتركوا في القناة